أكثر الحالات كانت نتيجة التراوما هي عم بتكون كمان يعني عند الكبار إجمالا عم بتكون اكتئاب وفي محاولات انتحار عم تكون عند الصغار عم بتكون بشكل سلوك عدواني يعني التراوما عم بتبين على شكل سلوك عدواني فيش سبعين بالمية أو خمسة سبعين بالمية هيك عم بيكون أغلبهم يعني عاشوا هاي اللي كانوا بالمناطق المتضررة عاشوا الصدمة وشافوا المشاهد أول مرة بشوفوها كتير انطبعت براسهم صاروا عم يجوا وتنعكس يعني هني عم بيشوفوها ما عم يقدروا يعبروا عنا عم بتصير في مثل يعني مشاعر كتير أو عدائية كتير أو يعني فينا نقول مشاعر قوية داخلهم ما عم يقدروا عنا عم تنعكس بسلوكهم بعيدائية بضرب بتعبيرات بالرسم حتى من خلال الرسم عم تنرسم كتير إذا بدنا نشوف اللون الأسود والأحمر هيدا الشي كتير بدل على الصدمة على المشاهد اللي شافوها المشاهد الدموية دايما من خلال حديثهم في عبارات القتل دبح إشارات حتى يعني بيعملوها لبعضهم أو بدي افسد عنك لداعش أو بدي سلمك للنظام فهيدا الشي صار مجتمع صغير هني رسمولوا صورته بخيالهم وعم بعيشوا فيه هلأ أكيد أنا ما فيه أشتغل معهم بطريقة واحدة ولكن حسب الأولويات بقدر بلش معهم من خلال المفاهيم المفاهيم يلي براسهم نقدر نغيرها شوي يعني الولد منقدر بسهولة من خلال أشياء بحبة نقدر نأثر على المفهوم يلي براسه هيدا المفهوم نحاول نكسر شوي نكسر من حدته شوي عنده بعد المفهوم بيجي السلوك نشتغل كعلاج سلوكي معرفة ومسير نشتغل على الاثنين مع بعضون يعني حتى الكلام يلي بيستعملوا الكلام نحاول نفهمه كل كلمة عم بيقوله وقده هي مأزية مثلا نحاول أكيد حسب عمره نعطيه بدائل عنا أنه نحن فينا نستعمل هيدا الشي هيدا الكلام مش لقلنا نحاول نردله أساسه من وين إجا بصورة كتير بشعة تهو يحس قده هو عم بيغلط لما يقوله من جهة تانية من خلال الرسمية اللي بيرسموه أغلب رسمهم طيارات وقزائف وناس ميتة فمنحاول هاي الرسمة البشعة اللي استعمل فيها كمان ألوان كتير قوية مثل الأسود والأحمر أو كحلة أو ألوان هاك نحاول نحن نخليه هو يحوله لرسمة غار يعني يستعمل هيدا الألوان يمكن لرسم وردة لرسم أشياء تانية الرسم البشعة اللي هو رسمه يحاوله يتخايل أنه هو شي هو عم يرجع يصلحه يصلحه من خلال الرسمة ترجع كمان تصير هيدا الشي برأسه وبمفاهيمه أغلب الحالات العيال اللي عم نشتغل معا أكيد بعض الحرب ظروف اقتصادية كتير تعبانة ممنحة الهموم يلي براسون يمكن قريبهم بعضهم بسوريا دايماً متابعين أخبارهم فانا عم يتعرضوا لضغط كتير قوي هيدا الشي عم بأثر على علاقة الكبار هنا ببعضهم يعني الأم والباي وحتى الأخوة فعم بتكون إذا فينا نقول مش العلاقة السليمة اللي مفروض تكون بيناتهم خصوصاً قدام لولاد يعني كتير عم بتأثر عليهم في عيال يعني بالواقع وبالحقيقة ما بتتواصل مع بعضها أبداً يعني التواصل بيكون من خلال الضرب يعني حتى الرجال بيدرب مرته قدام لولاد الولاد بيشوفوا هيدا الشي فأكيد الشغل ما رح يكون بس مع الولاد عم بيكون الشغل مع العائلة أول شي لتقبلوا الواقع يلي هني فيه تاني شي لنفهمهم قده هني هيدا السلوك يلي عم يعملوا قدام الولاد قده بيأثر عليه بطريقة كتير سلبية هو عم ياخده عم بيطبق يمكن على رفقاته أو عم بيشوفه عم بيضل جواته طي يمكن يكبر هو ويطبقه بعدين بعيلته يصير عم يتماهى فيه فدايما منلعب على مفهوم أو منحكي مع الأهل على مفهوم أنه الولد لو كان في حرب بره ببلده وعائلته كتير عائلة علاقاتها منيحة وعائلة كتير راي أو هادية وإذا فينا نقول شوي مثالية ما بدنا نحكي كتير أنه عائلته بحس فيها بالأمان ما بحس بالحرب يلي بره بس الولد لو كان بره أمان لأنه ببيته الحرب قايمة هو أكيد سلوكه حيكون نفس سلوك الولد يلي عاش الحرب هلأ لأ بالتيم يلي عم نشتغل فيه لأول مرة سادفنا هيدا الشي بس بين التلميز مرأة فترة صار في هيدا التمييز وصاروا هن ينقسموا حتى بالصفوف أكيد الكبار يعني عم نحكي بعمرة 13 و14 ينقسموا يعدوا مسلمين لحال ومسيحيين لحال خصوصا بالفترة اللي إجوا فيها اللاجئين العراقية فكانوا أغلبهم مسيحية وأغلب السوريين مسلمين فكانوا ينقسموا بس حمد الله قدرنا تخطيناها عملنا ووركشوب شوي عن الأديان عن المسلمين ومسيحيين وركزنا أكتر عن الأشياء المشتركة فيهم ومن بعدها تقريبا يعني أكيد كررناها مرتين من بعدها لقينا أنه في تجاوب تجاهها وأغلب الإنقسام كان بس لمجرد خوفوا من الأهل مزروع جواتهم بس إني ما بيعرفوا شي التاني شي لما بلشت أشتغل على الأرض مع العالم يعني وصرت قريبة منهم أكتر وحسات أديهن عالم عن جد يعني إذا فينا نقول وتقرب من حاجاتهم ومعاناتهم وهيك بتبطل فيك تطلع منهم عن جد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر